نحب أبلش من جريمة المقلوبة اللي شمطة هلأ أنا يا سيدي العزيز أنا مبارح لو قلت لك شو أكلت ما رح تصدقني ما رح أقول لك شو أكلت ما رح أقول لك شو أكلت وما رح أحكي قدام الجمهور شو أكلت لأنه لو حكيت علىنا شو أكلت جوز فيه جماهير تعمل لي أنسابسكرايب أنا ما بدي أكون بساء الخير عليكم يا شباب ويا صبايا أنا طارق ومعاكم أيمن وبنحب الرحب فيكم بالحلقة 163 من هوشي What's up ألا كيفك وانت منيح لحديث ما شوفت شكلي كيف طالع بالكاميرا الشكل وشكلك يا صاحبي weekend مثل الزفت زفت زفت مكرر مثل الزفت لا مبارح ولا أبلو ما نمت لا مبارح ولا أبلو ليه لا مبارح ما نمتش أنه قاعد أنا أحضر الأخبار أنت شايف الأوضاع بس فيه يعني أنا كمان حط الأخبار بس الأخبار ظلت تنعاد كنها يعني كمان ساعة اللي يطلع شي جديد فلنملك نومي أسحصوا واحضر شي مش عارف شو أحكي لكم والله يكون بعون أخوانا وأخواتنا في غزة وفلسطين بس هذا المدر نحكي الله يكون بعونهم كل سنتين تلعى تلازم تجينا حفلة عرف حبد الله حفلة عرف الحمد لله طيب تقول لي بالمود هلأ شوي عشان الجمهور حاول قدر الإمكان لأنه أنت مش لحالك أنت مش لحالك اللي عم تحضر الأخبار كل حدا لا أكيد كل جمهورنا قاعد عم بيحضر كمان بالضبط فجماهيرنا اللي بيتابعونا هاي رح تكون ساعة لهم مسلية تغيير جو تغيير جو فضروري تخش بالمود عشان البرنامج وعشان الجمهور حاضرين يا سيدي تفضل وين حابب تبلش أنا بحب أبلش من آخر إيش يصار أنا حابب أبلش من جريمة المقلوبة اللي شمطة هلأ أنا يا سيدي العزيز أنا مبارح لو قلت لك شو أكلت ما رح تصدقني ما رح أقول لك شو أكلت ما رح أقول لك شو أكلت وما رح أحكي قدام الجمهور شو أكلت لأنه لو حكيت علىنا شو أكلت بجوز فيه جماهير تعمل لي أنا ما بدي أكون مع هالحيوان المجرم بس أطلب أكل ما تضحكني ولا عن جد محتاج أني أضحك بس أطلب أكل يا زنمي بقنا حالي بها النظرية جدا غبية النظرية أنا أوكي بطلب هاي بس تعرف شو رح أطلب هاي وهاي 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 كمان إن كيس احتراط إذا ما حبيت الأولى طبعا هاي النظرية بتكون هاي سمها حيوانة بس شو بيصير بأكل بأناسرشهم كلهم وكل ما يدي نفسي بحس حالي زبالي أكتر وشو أسوي عشان أحس حالي أحسن بأكل أخي قلبي وكل ما أفكر موضوع خلال العضة خلال الوجبة بتدايق فشو بس أبوي باكل أسرق عشان أنسى وأخلص صفي لا أعرف أتحرك ولا أعرف أتخفص ومش طايق حالي بس حيت اليوم الصبح مان وقلت لحالي اليوم يوم الصيام شايف هاد اللي عم بشربه آه هذا يا أخي بي سي ايه ما تلش بس واهي ايهي دارش لو أحكي لك شو أفطالة اليوم اللي تبزيك في وجهي يعني تبعت سراتيجيتك مبارح آه فصحيت اليوم الصبح يعني هما الساعتين اللي نمتهم وكملت جريمة مبارح بالليل على ساعة تسعة الصبح آه يعني صيبة بعدين هلأ ورحت الشمط اللي صينية مقلوبة مين عمل لك مقلوبة؟ كرهان حالي من وين المقلوب؟ آه بها خبرك اسم المحل اللي نسيت مش مطالة كانت المهم فاليوم مش هااكل وبكرة خلص رجع الروتين الروتين تعرف شو خرب لي الروتين؟ سفر لأردن آه والله من وقتها مش عارف تنظم أمورك؟ مش عارف أزبط يومين أرجع أفلت أزبط يومين أرجع أفلت أزبط يومين أنا طول الأسبوع بنتقيني ماشي أنا طول الأسبوع بكين ماشي لوز لوز أكل بأكل بدري نفس الوجبات بنام بدري بأخذ السبليمتز تبعوني أوميغا وبي 12 وفيتامين 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 وكل إشي منيح بيجي الويك أند في إشي بيصير ليلة الجمعة في سويتش بخبط بقول لك كل اللي أنت عملته في الأسبوع تعال خلينا نخربه معك 72 ساعة تدمر كل إشي أنت عملته في الثناء الأسبوع وش بس تدمره ما بترجع الصفر بترجع الزاء الثنين بدك ترد تيام بس لترجع لأي ما كنت قبل الويكند بالضبط والمشكلة عارفين عارفين شو بنعمل ونظل نعمل عايزة ما قمة تضبط بالأكل ما تضبط بالأكل كنت بتشتغل كتير ما تشتغل كتير هلا فالطرية الوحيدة إنك تضطل هالعادات الزبالة وأنا عم بحكي مع حاليا مش عم بعطيك أنت المصيحة عم بعطي عيما المصيحة وإنك تبدلها بإشي تاني ما فيك توقفها ما فيك أنت تقعد تعمل نفس الروتين تطلع على التلفزيون وما تأكل ما فيك مستحيل فبدأك تبدل الروتين فهيكسو التفكر أنا يزم هلا بدي أغير جيم بدي أرجع أكون مع فريق لما تلعب أنت مع فريق مان كثير الشيء تتغير كل ويكن تبعك بتغير آه لأنه الناس حواليك على نفس على نفس الموجة آه بصير فيه شوية منافسة بدك تحصن هذا ما فيك تخبص بصير فيه شوية هيك بصير فيه حافز فيه حافز حوافز حماس فهذا هو ما تعبت مان رفت خلاص خلاص ولما أخبص أكل وبدأ برس يزام ثاني يوم بص حتقول خلاص وما أكونش عم بيسير هلا أولينا يه يه المهم المهم حضرت الفايت اليوم أكيد شو السؤال بس لأول مرة لأول مرة ما حضرت البريلمس ما حضرت أوكي خليني نركز على المين إفنت إذا صار في وقت بره جايب نحكي على بريلمس دعون هذا الشو ما لحقت صراحة ما لحقت وكا رأيك بالشو من واحد العشرة من ناحية ايش فايت كواليتي آه ماتشابس فايت كواليتي تمانية أوف آمن ما توقعتها منك تمانية ما توقعتها منك ولا شو توقعت يعني قلت سبعة ايه سوري يعني قلت سبعة لا تمانية كبيرة لأنه تسعة شبه مستحيلة وعشرة ما بتصير أوكي فاهم عليه أوكي طيب آه انت شو بتعطيها طيب لا سبعة سولد سفن يعني سولد سولد سفن سبعة مرتبة بجوز انت دماجتها مع البريلمس بس الكامير إفن حلو كان المين إفن كل الفايت كان حلو هلأ شوف المين إفن طبعا يعني يمكن لأنه كنوا متوقعين ايش كتير زبالة فا مش بس كتير زبالة كنوا متوقعين ومتنبئين شغلات مفروض انه تصير نحن هنقش بالزاك طيب يلا أول فايت المين إفنت المين إفنت شوفنا جراند دوسن اللي هو ما عنده ولا خسارة في يو اف سي وآخر مر الخسر في 2016 وسجله عشرين واحد كان كان عشرين واحد صغير تحت تلاتين سنة ضد المخضرم المشهور تقريبا بومي جرين اللي عمره سبعة وتلاتين أو تلاتين سنة طبعا تنبؤنا أنا وياك ما كان في أي نوع من مناقشة إنه بوبي جرين رح يخسر وغراند دوسن رح يخشمه النزال كله كان عبارة عن فايت لتكبير اسم جراند دوسن على حساب بوبي جرين بواضحة وشو صار يا عزيزي أحكي للجمهور إجه عمك بوبي جرين قرر إنه يلخبط كل الأمور للـ UFC ولغراند دوسن ويعيد توزعت الكروت في فئة الوزن الخفيف وينتصلك على بوبي ينتصلك على جراند دوسن في 33 ستانية من الجولة الأولى وبالتالي حننصطبح هي صبح الثلاث ونلاقيه إنه بوبي جرين صار في العشرة الأوائل بوبي جرين حنصحى يوم الثلاث وبوبي جرين حيكون توب تن هاي السنة الخربطة اللي عم بتصير فيها أيما أنا مش عارف شو عم بيصير في عك في عك في عك في عك رح يصير رقم عشرة زي بوبي جرين هتوقع يحطو عشرة لأنه جراند دوسن كان عشرة بوبي جرين توب تن بتخيل إنك عم بتحكيها هاي الكلمة ده عاد من بوبي جرين عامل منيح ده تشيل الإسلام لو بتشيل والله أنا عارف إنه عامل منيح بس إحنا لما عم نطلع على الدار العجز اللي بفئة الوزن الخفيف عم نيجي عم نضيف عليهم هلأ واحد عمره 37 38 إحنا مستنين التنظيف مستنين عملية إعادة الخلط في هاي الفئة هلأ عم نرجع برجوع عم نضيف عليها ختائرة إشي غريب ومن خلص نوك آوت ب33 ثاني ضد واحد ما خسر باليو افسي شفت الكي او ما أحلاها كانت أيمن أول كي او أظن لا عمل كي او من زمان أظن ضد مين كانت بس ما إلو حال كي اوز يا زرم انت شفت ما أحلاها آه شفت ما أحلاها وكان واقف بالسافبو فإيده اليمين وصاكه الأميم اليمين للأمام ورمى اليسرى اللي هي الإيدر خلفية مستقيمة straight right لا كانت قوية ولا كان عم برجعها لورا ولا كان يعني عم تعرف أنه يعني عم بكوكها عادي من هون من عند من عند فكه رماها قدام تك إجت في نص فكه ل جراند دوسن ودع المشكلة جراند دوسن من جراند دوسن طلع قبليها على مين فايز طارق طلع على مين فايز على ضمير اسمه غولوف مارك ماتسن اللي كان undefeated وقتها كان undefeated مارك ماتسن خسار وناثس في الأولمبيات مارك ماتسن يعني يجي بابي جرين هيك يسوي فيه غريب مان كثير غريب كثير غريب كثير غريب من واحد بيقولك أنا أصلا عمري ما كن سائل في اللقب أنا طول عمري بلعب عشان الفلوس فاهم علي هلأ صار منتصر على جراند دوسن وقبليها كان منتصر على توني فارغسون وقبليها خسرتين يوم وليلة اتغيرت شخصيته مان شو عم بسوي بس كان خسران كتير أيمن خسران من درو دوبر وابليها إسلام بس درو دوبر إسلام من آخر من آخر كم من سنة لا بس انت تطلع إذا بتعد واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة من آخر تسعة نزالات خسران ستة خسران خمسة آه بس لما تحكي ضد إسلام خسران من تياغو مويسس ومن رافايل فزيف طيب هل يقرب لك تلحسابش أربعة وإسلام ودرو دوبر أوكي أوكي أسامة كبيرة يا زرمي أسامة كبيرة هدهو أسامة كبيرة فجر توني فرغيسون وهلأ جراند دوسن وحنلاقيه في التوب تن صباح الثلاث وين بتروح في هلأ في جراند دوسن والله ما بعرف فعل حلني ما بعرف ما بعرف شو بتعمل هلأ طلع من التوب تن جراند دوسن صبتا مين بتك تعطيه مصيبة مصيبة ماشي منيحة هيدا الفئة أبدا هيكون جوه هلأ طبعا كرهان حالو آه آه شفت منظره بعد الفايت هيكون كرهان حالو حضرت له كم من مقابلة انت قبل الفايت اللي قلت حقيقة حيوت له بوبي جرين مان شخصيته بوبي جرين بوبي جرين مان شخصيته تغيرت آه قال هديك اليوم حدا سرق مني عشرين ألف دولار فبسأله الزلم اللي عم بقابله بقوله كيف سرق عشرين ألف دولار قال والله كان في عشرين ألف دولار جوه سيارتي وتركت أنا لسانروف مفتوح من فوق فشكله تشعبط صحب المصاري وطلع فهداك بقول له والله يعني سوري شو بدي أقول لك آه الأسف وقول له لا لا حاتي أنا أكيد حدا ناوي يتشعبط جوه شو باك سيارة أكيد لازم المصاري فالله يعطيه ومبروك عليه فأنا بطلع هذا مش هو بقرين يا زمن شو مدخن إشي كان ما بعرف منك جدا متغير صار راية ما بعرف شو 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 ما بعرف صراح ما بعرف ضمير فيزييف شو فيزييف ترجع تغذي فيزييف هو لعبة فيزييف لا لعبة فيزييف آه خسر من فيزييف صح ما بعرف ما بعرف فرفولا فرفولا عنده فرايتمان مين تغطيه أكيد مش هتغطيه لا 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 لغيتشي ولا بوري حين ساها ليش كبار عليلا اسم وايز جيتشي أكيد ما تعطيه طارق جيتشي هلا نكس على اللقب عذنوها خلص جيتشي نكس على اللقب جيتشي هو الباكب فيتر ولا ماش هو الباكب مين الباكب فيتر هو الباكب فيتر ودلا هو الباكب هتحكى هو دور شكو باكب لا ماتايوس الباكب جاد المقاتل الاحتياطي للنزال اسلام و شارلز أوليفيرا أعلنوها اليوم ماتايوس جامرت في ناس بحكم ماتوش في ناس بحكم ماتاوش شو اسمه خلص عدت المط جامرت جامرت غريبة هاي شوي ما باكب لينها البدل تعال لي علي جاد مين تطي تعرف بطي 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 بتكون فايت حلوة بطي بتكون فايت حلوة واسمه أكبر من اسم غيره بالدوبتن يعني مين تعطي بوريا تعطي سروكين أو تعطي بوبي جرين لا بعطي بوبي جرين حرام تعطي سروكين بزنصبت فحلوة ما بيفوز طبعا هو بوبي جرين بوبي جرين ما بيفوز على بوريا بس فايت حلوة واثبت أن يلا اللي عمرك سبا 30 سنة إذا فيك إنت ولا هك أنا تحظ ما رفش كيف فبعطي أنا كان عم بلعب إيدينا أزلة كتير كان مرتاح بالحلبة داخل كأنه يعني ساشن تمرين مش أو مش فايت أو بعطي هو حكى دان هوكر بعطي دان هوكر هو حكى دان هوكر حكى إنه مدربه بده دان هوكر هو دان هوكر بدكون روعة هاي بتكون من أقوى النزالات للسنة بايدو هاي حلوة دان هوكر أنا أتخذك معه مع مدربه طيب نيجي يا سيدي العزيز على النزال اللي قابلي عندنا جو بايفر ضد عبد الرزاء الحسن هلا اللي ما بيعرف عبد الرزاء الحسن سجله مش واو ولكن مين ما تحط قدامه دايما فيه خطر دايما فيه خطر اليوم أول مرة من أول ما ببلش الفايت أولا كم ثانية قلت هدا جو بايفر رح يمزقه مش شايف أنا خطر لعبد الرزاء لأنه جو بايفر بضرب أقوى من عبد الرزاء انت قلت كنت مش شايف خطر على جو بايفر أه أبدا غير اللكك بس بس من ناحية بوكسنج من ناحية قوة لكمات بايفر أقوى صفر صفر عبد الرزاء الحسن لقى اللكك وظلوا يعيد فيها يعيد فيها وجو بايفر كان داخل على الفايت هاي حاطف راسه بده يعمل له كي او نوكاوت يخلصه لعبد الرزاء الحسن فلما ضرب اللكك هاي حكا تعالى ورشيك نزلوا على الأرض وحطوا بتشوك بتجنن من أنت شفت كيف نزله أيمان آمان زي كني أنا عم بنزل ابن أختي شفت لوين حمله عايز مزدته مثل كيس الزبالة من لما فجعوا في الأرض أنا قولت حيطلعوا من الأرض حيطلعوا من الناحية تانية من الأكتغون من كتير أوي جو بايفر سينج الليج عمل هيك من رفع فوق راسه كبسه في الأرض كبس أنا قلت يا حبيبي كتير كتير أوي جو بايفر كتير وشخصية بحكي بحكي وعنده كارزمة ودينة بحبه وفي حقد وفي هيك كرهية هيك وفي غضب بتحسه هو بنازل ودخل هو على الكتندر سيريز أول مرة خسر مان صح خسر من داستين ستولفوس هذا ستولفوس ستولفوس راح لعب كمان مباراة برا اليو أف سي ورجع دخل على الكتندر وفاز ومن وقتها ثلاثة واربعات باليو أف سي صغير بلعب مع فريق قوي في لدلفيا بحسه أخول كبير لشو اسمه بونيكل هيك بحسه بيشبهه بعض صح آه بيشبهه بعض مش لحالي اللي أنا عم بفكر هيك آه ضخم مان على الفئة ضخم ضخم آه شكله لايت هافي ويت مش شكله مدل ويت أبدا صح آه وعبد الرزاق حسن طلع صح كان أول ثرويت عبد الرزاق حسن آه بس شو كان اللي صار مع عبد الرزاق الحسن بعد الفايت ليش ما نضيش يسلم عليه وطلع من الحلبة وموقفش وقت وقت ما أعلنه المنتصر ما أبعرف كان فيش كثير غريبة عم بيصير تعرف شو أظن تعرف شو أظن لأنه إذا بتحضر الفايت ترجع أحضرها ب على الـ 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 لما كان ماسكوا بالتشوك على الأرض بايفر ماسك عبد الرزاق الحسن إذا بتلاحظ لما كنا عم نحضر الفايت بيّن أنه زي كنا عبد الرزاق الحسن عم بحاول يضربوا لكمات ترت لكمات بس إذا بتحضر شوي شوي هذول كانوا تاب آه بس شوفت العظم هاي الشغلة فظلوا بعديها بعد التاب عبير من أيامهم فشكله هو زال إنه ليش ما وقف بس صراحة أنا لو بحل جو بايفر أو أي أي مقاتل ما كان وقف يعني كانوا زي كانوا ملكمات كانوا التاب لازم تكون إيد مفتوحة بالضبط أو شفعي شفعيهم لسانه جو معده فيك تفيك verbal أو تكون إيد مفتوحة بس هو كان عم بعمل هيك كان عم بيدق فبينت إنها strikes آه بالضبط بس عبد الرزال حسن أظنني خلاص هلأ بس 38 سنة آه خلاص خلاص بدعت صبطت أعطيك العافية بكفي 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 بزيابة من آخر سبعة فايز بس تنين صحيح خسر من منير لزاز هو مونير كسله كل الدنيا كان قبل منير هو مفضع مفضع آه لأنه خسارة واحدة بس مونير خسر بعدها خسرتين وربعة بعدين فوز بعدين خسارة خلاص خلاص زي ما عمل جوستن جيتش مع توني فرغسون مونير لزاز زي ما عمل بي عبد الرزال عبد الرزال حسن 100% فجو بايفر أنا متحمس أنا كنت أحبه من الوقت الكونتندر بس فكرته حيكون من هدول الميدلويتس اللي بيجوا بفوزوا مرة بيخسروا مرة عالي صوتهم بس ما عندهم مهارات بس اليوم أثبت لي لا هذا عنده عنده مستقبل إذا يظل يشتغل على حاله لأنه هلأ وضع الميدلويت مش عاجبني أبدا 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 وضع الميدلويت الفئة صارت ستيل عارف يعني أنه تغير غريبة صغيرة مخمودة فاهم علي نايمة ما فيها عاركة آه بس هذا الحكي هيتغير بعد 21 شهر آه بعد بولوكوستو حمزة شمايف انسى بعد بولوكوستو حمزة شمايف رح رح يصير فيه كركبه بعدين ضروري أنه حمزة شمايف في فوز بس أنا درأيي هات ضروري يفوز لمستقبل الفئة كلها ضروري حمزة شمايف يفوز لأنه لو فاز في بولوكوستو ما حدا بالدنيا بده رجع يشوف بولوكوستو ضد إزرال دي سانية سوري ضد شون ستريكتلند ضد آه صح ضد شون ستريكتلند نسيت صح نسيت نحن اليوم عايشين في عالم بطل الميدلويت بش إزرال آده سانية شون ستريكتلند ولو فاز حمزة ذكرتني هلأ شون ستريكتلند وحمزة صحاب تدربوا مع بعض تدربوا مع بعض بس ما بقول عنهم صحاب بيحبوا بعض بيحكوا دائما بالخير عن بعض شون ستريكتلند كل ما حدا يسأله عن حمزة بيحكي معاه عنه باحترام بس حمزة مش حيمتنع مش حيمتنع عن مواجهة ما حدا حيمتنع ولا شون ستريكتلند ولا شون ستريكتلند فبدك حمزة تفوز على الكوستا يلعب مع ستريكتلند يفوز على ستريكتلند هون بتصير في كركبة أنا برأيي إزرال 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 إنتهى بدك تستنى وتشوف شو حيعمل براجعته إنتهى 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 يعني أنت شفت طلع أنه كان ملك القبض عليه قبل فايته بثلاث أسابيع بسبب الشرب والقيادة لا بس أوكي بس طالع علمت نقطة المهم فاهم عليك بس أنت يعني المفروض أنه أثناء المخيم هذا آخر مفهمك يعني أنه أنت أصلا ما بتطلعش تتعشى وتشربه ولا صفر ولا ولا إشي أنا بقولك أنه انتهى أنا بقولك بدري بدري دعا مش بدري لأنه آلكس بيرا الطريقة اللي خلص عليه فيه والتعادل أو السبلت روبرت ويتكر جارد كان نير خلصت دي سجن جارد كان نير صارمه واربعين سنة مارفون فيتوري خلصت دي سجن خالص أدوه لكلهم خالص خلص جارد كان نير يعني يومين بدري يتقعد ما بين فيتوري ما بينطالب باتفك معك هلا فيه رومان دوليتسي فيه عندك حمزة شمايف عندك بونيكل حبيبي عندك بونيكل عندك بونيكل هذا البني هذا ممصيبة كارثة انت ما تنسا بونيكل صح مش بالتويت بس ما تنسا انت نقيت بونيكل ضد يفوز ضد حمزة شمايف ما تنساها ما بتذكر ما بتتذكر ببعت لك الكليب ولا يهم بسك بتكذب ولا يهم بس ساعتها 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 مرات عشان تستفزني كمان ساعتها بيصير عندك كركبة بو دريكس ستريكلاند كوستا انسا علي فيتوري بيصير في شوية كركبة لو فاز حمزة على كوستا وبعدين على ستريكلاند بيصير في كركبة في الفئة تفتح بوها بشتير ليش ما يحط بونيكل مع جو بايثر من ما بدله no way ليه لا لا بونيكل بده اشي فوق بونيكل شو تصنيفه هلا من مش مصنف طيب بس بده اشي فوق فوق ما بونيكل هيصير فيه زي ما صار مع اسلام هيك انا هيك انا بتوقع انه هيوصل لمرحلة انه فعلا ما فيش حدا بده يواجه فحيحطوه معناس كتير اعلى منه حيفوز عليهم ويلعبوه على لقب بسرعة زي ارمان هلا زي ارمان هلا هلا فش حدا بده ارمان ما حدا بده ارمان لا بوري ولا قيتسي ولا بنيل تريوش فش حدا بده ارمان فش حدا بيلعبوه فش حدا بيلعب مع مع بونيكل ما في ولا حدا بده يلعب مع بونيكل ما شفت اللي عمله في الكنتندر سيريز دينو وايت قالك شن نصف رجعوه كمان مرة عاد دفس الشي من مش بني ادم اقوى مصارع اولمبي في تاريخ الولايات المتحدة ما حيوان ما نمصيبة انسي دبل اي تشامب خمس ست مرات ورا بعض كالثة هذا الولد هلا ارمان تريوكن وبنيل درجوش رح تصير ما بعرف مفروض قبل يومين تلاتي حكو انه عم عم بطبخوها عم بطبخوها مين بترجح فيها هاي اكيد ساروكين ما لو قلت لي ساروكين ضد ضد اوليفيرا كان رشح ساروكين انا بتذكر الديبيوت تاعته ضد اسلام اه اتنيناتهم كانوا لسه بعزهم لسه بدايتهم اه اه بس مبدع بس طريقة التقدم والتحسين تبعت اسلام كتير كانت اسرع من ساروكين ساروكين بعده قريب وين مكان لما لعب مع اسلام من ناحية قدرات اسلام شمط اسلام شمط طيب تعالي على الفايت اللي قبلي فاكين باكلي ضد اليكس مورونو حلوة الفايت كانت مش بطالة كل سا الدسجن اليكس مورونو وحش صراحة طف عارف قوي قوي هيك مقاتل هيك ما عنده الجينات ولا القدرات البدنية قد نحكي شكله عادي لو شفته في الشارع لو شفته على البحر بتقول هذا زيه زي أي واحد ثاني عنده بير بلي هيك صغير كرشو شكله طبيعي وواكين باكلي شكله زي الترمينيتر بس سؤال عندي ألك سؤال هل وكين باكلي وجد فئة الوزن الصحيحة له بعد ما هلأ شفنا هذا ثاني نزال له في المئة وسبعين شوف لو سألتني بأي منظمة في شكل عام من ناحية من ناحية جسمه وشكله وصيغته البدنية بقولك آه بس بدك تحط هلأ بعين الاعتبار شو هو الويلترويت باليو أفسي وشو هو الميدلويت باليو أفسي لو ضل ميدلويت عنده لو ضل ميدلويت عنده إمكانيات يوصل لفوق أكتر من الويلترويت فرص أكتر فرص وامكانيات بس عيما لما لزل على المئة وسبعين رحيف اللياقة واضح تفوق بالنحية القوة بالضربات باللكمات والركلات واضح يعني كوته ما راحت سرعة حتما جد جد ووكين باكلي لو مش مرون اللي واقف قدامه كان فحاسس انه فعلا فعلا هاي هي فائته لما تنس كمان هو مش طويل كان كثير أصير على على أنا قلتلك لو بتشيل انت شو مكونات كل فائة هلأ بالـ UFC بقال لك مين هي فائته الصح بس شو جاي هلأ طريق أخذك شلوح البحاين بالضبط مين جاي هلأ بالميدلويت فيك يلعب مع توبتان وممكن يفوز بالويتر ويت أصعب شوي تفق معك من هاي الناحية أصعب طيب حضرت قبل ما نكمل بدي أشيل شوي عجرب عن الـ UFC حضرت أسما نور مقويدو يا حبيبي مان شو هاد بس مستحيل تشوفه في الـ UFC ليش لايتويت شو يعني لايتويت لما مستحيل عبده ضد الإسلام يازم بيزبطوها بدك إسلام يطلع أو هو بنزل فئة أو يا هو بيجي على لايتويت وإسلام بيطلع على الولترويت يا بدخل هو على الفادرويت إيش بيزبطوها بس بدي يدخل على الـ UFC غصبا عن راسه هاد ما بدي يجي بدي يجي لايتويت لازم ساعتها إسلام يطلع على الولترويت وإسلام بدناش ألمح من هلأ طبعا لو حطوا إسلام ضده ليون أدورس بيأكلوا إسلام يعني فيش فيها نقاش بيأكلوا بس ليش عم بطلب كولبي شكتوا ما بيحبه هذا الغريب عم بطلب كولبي مش عم بطلب ليون ما بعرف الصراحة كار هو طلب ليون هو كمان هل بدو يلعب على الولترويت تايتل لذلك يجيب سيدة كولبي قالهم بدي أياه هذا أعطوني أياه لأنه بكره وبدو برجي شو المصرحة بكره نفكر حاله ديفيجين وان إنه هذا ودو ورجي شو المصرحة رفت كيف أنا لو محلي محلي بطلب كولبي كمان تعال حبيبي بدك صارح تعال إذا كولبي خسر ضد ليون طبعا رح يخسر ضدهم ليون فكرت فيهم اليوم مرة أنا بتبقى يصل أنا فكرت فيهم اليوم مرة صعب صعب إنه ينزله صعب كولبي ينزل ليون أدوردز ولو لعب معه على الواقف لو لعب معه على الواقف رح يبحدله ليون أدوردز وين بتفوق كولبي عن ليون بشغلة واحدة شو هي بالتيكتاب بالكارديو بالجراند وباوند بالكارديو كولبي عنده كارديو لا مثيل له في كل اليو أف سي يمكن يمكن بيجز تثناء ميراب الزلمة مش طبيعي آه اللياكة ما بتفهم ليون شفناها بتعب لما شفناها ضد نيت دياز لما شفناها ضد كامارو أوكي تعب بس بخلص عليه بس بس بتعب كامارو أنا بظلني برجع تحت كامارو لأنها كانت في في منطقة جبلية أوكي أنا بتوقعها كانت كانت اللعب الدور أوكي بس حتى معاني دياز تعب ف ما بشوف إنه كولبي نزله من لا أدورد نزل كامارو وكولبي ما قدر نزل كامارو عرفت يعني صعبة شوف أنا 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 بنسبة لك كولبي يعني دخلت في نقاش لذي كيلو ما حدا تقولونهم إحنا يعني إحنا نشفناش ما يكفي من كولبي هلأ كولبي مع مين لعب ما لعب مع حدا ما لعب مع حدا لعب مع سامي كبار وأبطال قدامة يعني لعب مع وخسر لا خسر من كامارو يعني انتصر على ماز فيدال اللي هو أصلا خلى بطل في اليوم سيعتزل وكان أكيد حيفوز عليه وبعدها خسران قبليها مرتين من كامارو آخ خسراته من كامارو وين حفلات الانتصارات تعتك يعني شوف أنت انتصاراته روبي لولر اسم كبير بالضبط روبي لولر أعتزل هلأ ولما لعب مع روبي لولر كان في آخر مسيرته وكل الأسامي الكبيرة اللي انتصل عليها أي من إذا بتلاحظ كلهم كانوا في آخر مسيرتهم ما إيجاش أخذلك روبي لولر في عز شبابه لا فأنا I think he's overrated ما كلنا دائما نحكي انه overrated ناس بيزعلوا أكيد overrated ناس بيزعلوا مين بيزعل مين بيحب كل هو شاطر بالتسويق بس اللي أنا شايفه هلأ إنت بيخرسنا بحطلنا 60 صور مايا في ثمنة لو طلعوا انتصر عليهم ما تنسى نقفاز على ديمين مايا زمان فاز على RDA فاز على ماكس غريفن أجن كلها أساري فاز على براين باربرينا لا من لا من عم بقولك أنا فاز على ديمين مايا في 2017 أوكي أوكي فاز على براين باربرينا في 2016 فاز على ماكس غريفن في 2016 ماكس غريفن كان في 2016 RDA لا ما كان لا أبدا ما كان كان 12-2 سجله ماكس كريفن كان بالعكس هو وقتها كان هو ماكس كريفن بعضها بلشت الدهور ماكس كريفن وخسر من مين خسارته الوحيدة غير كامارو وردي ألفز بصيرة وردي ألفز تعرف انه نصر الدين إما بوث نصحب UFC 294 وحطو محل وردي ألفز ضد إكرام أليس كريف لا نصر الدين إما بوث نصحب من النزال وحطو محل وردي ألفز أم تأعلنوا هاي اليوم ليش نصحب إصابة إصابة يا حبيبي اللي حيسير بس وردي لعيب بايدوه ناسين مولي شو عمل بشيسون نير ألب 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 سترايكر من حيث لا تعلب فجأة صحيحنا لأنه وردي ألفز قرر أنه هو سترايكر بس مع أنه هو لعيب جوجيتسو يعني بحث مكرر صافي بس خسران هلا من نيكلوس دالبي وجيرمايا ويلز وراء بعض وراء بعض لو إكرام عمل المفروض يعمله هاي حتكون كبيرة إله من إكرام رح ياكله المفروض 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 بدون أي شك رح ياكله أسرع مما أنا أكلت غداي مبارح طيب كمل لي هذا الكارت خلينا نخلص منه طيب بس شغلة واحدة شفت أنت بعد ما هفاز أثمان نور ماغوميدوف بالبلاتور أجو يسلموا عليه كريس سايبورغ و ما سلم هلقدم تدين هي عشان هيك ولا في قصة وراها لا لا عمل هيك حط إيده على صدره إنه تأثر هلقد كلهم هيك كلهم هيك معقول أه أيمن هاي بدي أرفع بالنسبة للحديث اللي دخلنا فيه أول الحلقة تحية خاصة لزبيت ولإسلام مخشف ولحمزة شمايف وكل هدول الشباب صراحة عراسي حياتهم كلها أي من هدول تمرين صلاة صلاة تمرين ما عنده أشي نعم ليش أنت نفكرهم هيك كلهم نعم كرس حياتها بعرف كرس حياتها للعبادة والتمرين كاشي هم يطلعوا أبطال لا سيارات ولا ملاهي ليلية ولا شرب ولا طلعات ولا نزلات ولا تيك توك ولا هم ولا شي من هذا الحك وعندهم زي فكر جماعي يعني كل شي بيعملوه مع بعض يروحوا على الجوامع مع بعض كل أعيالهم مختلطة مع بعض تحسهم مجموعة كبيرة مستحيل واحد هيك يغير مدربه أو يغير كامبه أو يغير خلص زي سكت الباقي بفكره كتوحد وحدانية سوري مش توحد إنه أنا شو أحسن إشي شو أحسن مدرب إلي لازم أغير لازم أعمل شو أحسن إشي للبزنس هدولي مش هيك مجموعة كل حياتهم هاي الشغلة كله بساعد كله في التبرين كيف تصورهم هلا كالعادة بتمرنوا بناس طب واحد هاي الشغلة كنت عم بحكي لك عنها هذيك المرة لما كنا نحكي عن ثقافة الرسلين بالتدريب وثقافة الرسلين بالتدريب بأميركا شو الفرق هاي هي دخل هذيك اليوم بلالة محمد عم بحكي عن الفرق قديش الفرق بثقافة التدريب بين الداجستانية والأمريكان إشي شاسعك إشي كبير أكيد في ثقافة لعب شوي وثقافة ما بدي أزيك وثقافة بدنا نتفش بعض لأواخر إمكانياتنا كل يوم بدي أشوف أحسن نموذج من حالك كل يوم أنت أخوي بدي أساعدك هيك وعن بحكي أديش استفاد من هالتمرين مقارنة مع سنين تمرين بأميركا يدوب استفاد فيهم أعيب ما شفتهم بعيوني أنا شفتهم بعيوني هذا مش إشي طبيعي هذا مش إشي طبيعي أنا عشان نأكله معتاس الحبيب بيني وبين حالي أكيد اللي بيعملوه مش طبيعي يعني واحد عنده فايت نين منكم عندهم فايت جايين 22 واحد ليش يعني كأنه كلهم هم اللي عندهم الفايت ومين اللي كان دافع حبيب يعني إسلام حيدافع عن لقب وهذا بالنسبة له هم كلهم عم يدافع عن لقبهم مش طبيعي ما طريقتهم مش طبيعية بيأكلوا مع بعض بيناموا مع بعض بيتمرونوا مع بعض بيصلوا مع بعض بيصحوا مع بعض آه تعرفني انترست هاي الشغلة بالجامعة شو هي هاي الشغلة بثقافتنا كدول مش بس كديانات انت لو بتروح هلا على أي منطقة من الهند مثلا أي دولة من هذيك القرات بتلاقي هذا الفكر الجماعي كتير لو بتروح انت على أوروبا مثلا خصوصا ناذرلند أو فنلند أو بولندا أو هدول في الشي أنا لحالي أنا لواحد لحاله أنا لواحد لحاله فهاي الشغلة كتير بتساعد خصوصا في الرياضة جدا انت بتكون وحيد معن لحالك في الرياضة انت داخل قفص لحالك فكتير مهم يكون عندك هاد الاسلوب والثقافة في فكرة الجماعي وإخواني وأنا عم بمثل كل إخواني بكل مجموعتي نطلع عشان الكارد ما تطلعش فيه كتير درو دوبر بدع درو دوبر خلص كيه على جلن شو اسمه ريكي جلن بأول راوند دقيقتين ونص ما تطلع زي التور الهايج آه آه وريكي جلن مش عاطل أبدا سجله عنده 32 فايت عنده 32 فايت خضره من الزرمين ريكي جلن ممتاز بس العمله دو فيه درو دوبر بس مشكلة لكي ريكي جلن هاد يعني أحلى مثال على شو هو الغباء بالرياضة الأمامية ليش بيانزم أدل بعيد نفس الحركة درو دوبر الأوفر هاند والهوك اللفت هوك نفس الإشي عم بعيدها مرة على مرة ولكن تعلم ما غير ولوطها ولوطها بس حت الجارد يا أخي بس اسمحتها اسمحت إحصائية صدمتني إيش كانوا عم بيحكوها أثناء الفايت وروحت شياكي بطلع الحكي صح إيش درو دوبر صاحب أكبر عدد نوكاوتس في تاريخ فئة الوزن الخفيف نوكاوتس مش فنشيز نوكاوتس نوكاوتس كي او كي او كي او كي او كي او سميشن كي او آه أكيد كلها كي اوز آه يا أخي ها رجعت فتحت عدت أطلع فتحت الهايلايت ريل تبعه ها فيه فيلم فيه مقطع على اليوتيوب كل الكي اوز تعونه والله صح الحكي آه لهالدرجة لهالدرجة انت اسلام خلاك شكلك ولا إشي مع انه انت كتير 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 منيح هذا بيشهد لك لكوة اسلام هاي الشغلة ما عم نفهم نحن هاد الحكي بوبي جرين انا اليوم انت واحتها حالي لما حكينا آخر مرة رح يتأشن بوبي جرين ليش عم بحكيك من السهولة اللي خلص فيها عليه اسلام لو ما صارت هاي الفايت مستحيل انا بس سهولة انا ضد بوبي جرين عرفت كيف لا مان ضد اسمع بس خليك واقعي كمان شوي انت ضد جران دوسن كنت حتوقع كنت حتوقع جران دوسن بغض النظر بس مش بها السهولة مش بها السهولة انو الطريقة اللي حكيت جران دوسن رح يمسح فيها الارض انو شو بذكرتي آخر شي الطريقة اللي مسح فيها الارض اسلام ده بوبي جرين دمروا من اسلام دمروا اكلوا اكل فلما تفكر باسلام ليش عم يعني وعم بفكر انا هدي كل يوم ليش عم برجع حتطل المقابلة لنفس القتيل انا هلأ بابو ضبي ونفس الابصر شو ونفس الكامب ونفس الغرفة ونفس النزال انو اعطوني حدا تاني انو بدوش النزال انو بدو حدا شوي يتحدى ولا اوليفيرا بدو النزال بس عم بفكر مين ما في اوليفيرا مسح فيهم كلهم الارض ايمن هلأ بتتذكر لو رجع فاز اسلام بنفس الطريقة اللي فاز فيها او مرة بتعرفش شو رح يصير شارلز اوليفيرا رح يصير فيه بالزبط زي ما صار مع ماكس وليويت مية بالمية ما هو لسه كنت احكينك بتتذكر ان كاشل العميق اللي دخلنا فيه احنا هذيك المرة على شوكات ووندربوي وبلا بلا بلا وتعطي مين ما ما في حدا في فئة الوزن الخفيف ما اسموش اسلام احسن من شارلز اوليفيرا مسح فيهم الارض كلهم كلهم مايكل شاندلر داستن بورياد جيتي جوستن جيتي مين ضل ما في حدا في هاي الفئة احسن منهم بنيل داريوش هاد الاشي هاد الاشي اللي أنا قاهردي لأنه هاد اللي بيورجيك انت قديش الفرق فعليا ما بين اسلام وبقية الفئة بعدين بيجيك هذا الاستكانة اللي اسمها فولكنوفسكي وبيكون لهالدرجة منافس مع اسلام بتصير انت تقول معقولي احنا لهالدرجة وهذا فولكنوفسكي منيح اكيد ما هيمنت فولكنوفسكي على نفس درجة بالفيدر ويت على نفس درجة هيمنت ما خجل باللايت ويت يعني أنا مش عارف اتقبلها أنا بضلب رأيي انه كان المفروض اسلامي دمره هلا شوف انا انا هاي رأيي وفيك تتذكر اليوم اللي حكيت فيه هذا الرأيي لو رجعت صارت الفايت اسلام رح يدمره تعرف اني بوافق اسلام رح يدمره اسلام هاي كانت مع انه فاز اسلام مش مستوعبها ولا مستصيغ اللي صار هو وانا بأكد لك من يوم ما خلصت الفايت هديك لليوم وهو عم بتدرب على ستايل كيف يهزم وينسف بوركنوفسكي بلتفع معاكم يا ابنية بلتفع معاكم بوركنوفسكي يعني كمان طلع هيمنتو وانت جا تقول لي هلا إليا تبور رحفوز عليه انت مجنون انت مجنون انت مجنون لو مفكر إليا تبوريا رح يقرب على دون ستريكلاند بطل الميدلويت شو دخل هاي بهاي فيش اشي في الدنيا اسمه مستحيل لا ازرع ديسانيا مش اسلام ولا فوركنوفسكي مفيش اشي في الدنيا اسلام مستحيل آخر فايتين عمل ريماتشين لا من ثاني من ثاني المهم شو بتعل معاها هلا درو دوبر وصل الامكانياته مش هنشوف تحسن هلا من درو دوبر مش هنشوف تحسن بس من ناحية عمره وين هو وكم فايت عنده والعداد طلع كم فايت عنده من اربعين فايت اربعين فايت اربعين فايت سبع عشر طلعش صفر واحد لا في واحدة اربعين فايت خسر من مات رفولا شو بتك تعمل معاها خسر من بابي جرين خسر من عمره 35 سنة عمره 35 سنة لا انتصر عبابي جرين شو بتك تسوي فيه اسر من بنيل ما بعرف ما عندي ما عندي جواب تكي بس بوريا لا ما بوريا او سيبك اشي اهم من هاد الحكي كله الكذاب ابن الكذابة كونال ميكريغر اه طلع عليك انا سلمت ورائي ابل مطمت ايزا خلاصنا الامت هاد صح كان اول فايت بيل الجيو استغربت من شغلة واحدة انه انا اول مرة اول مرة اشوف قديش بيل الجيو هو عبارة عن نسغة مصغرة من وندر بوي تومبسن كأنه وندر بوي اللي عم بلحب اعمى نفس الوقفة نفس مكان الادين نفس الركلات نفس السبينين باككك نفس السبينين هيل ككك انسى هذا كله انسى هذا كله مان نفس الاكزت الطريقة اللي بخرب فيها من الهجمات نفس الاكزت نفس الانترنس نفس كل شي طلع هيك وكيف انا ما لاحظت هذا الاشي قبل هيك اعم اليوم كان كتير كتير كان يعني عبارة عن نسغة مصغرة لوندر بوي تومبسن اعم طيب خلصنا هيك هذا الامت خلصنا جيد جيد خلصنا تعال يا موضوع كونر تفضل طلع الكذابة ابن الكذابة قالك انا سلمتي ورائي وحشوكم بشهر 12 على اساس انه هو ايش خلص هلأ دخل مجموعة الفحص تبعت اسادة سألوا عنها مين اليوم عمك دينا عجبني عجبني كثير دينا قال لا هو سلم ورائه بس لسه ما دخل مجموعة الفحص المفروض الاسبوع الجاي يدخل فهل منقدر نحطه في UFC 300 ولا لا ما بعرف منشوف بلشت اشفع على شاندلر والله حرام ما بستاهل هيك شاندلر صراحة حرام والله بعده متفائل مشكلة بس ما رح نزل مع كونر ما رح نزل مع كونر هو عم دينا قالك اذا برجع كونر برجع شاندلر اوكي منشوف ان شاء الله يا اخي بستاهل بستاهل بس ما اظن ما اظن بلازم احطوه مع حد سهل بعد البريك هاي اللي عنده اياها وبعد العملية عد يدف اجره بعد الخسرتين الجدا شنعين كانوا ضد واحد نزل راس براس مع بوري تقريبا نخلص بوري لا معك طيب مجنون مجنون هنحكي شوي عن event الاسبوع الجاي ونخليها اليوم الاربعة يعني event الاسبوع الجاي صراحة ما في عندي اي اشي احكي انا بقول نعمل اسئلة من الجمهور عنا اكمل سؤال ضلوا بس نفتح كمان round اذا في اسئلة ما جوابنا عليهم اخر ارجع عيدوها فضل نحكي شوي على المين event الاسبوه الجاي هيك يعني بنعطي عشر دقايق بالكتير ونغزع سئلة من الجمهور هذا قد يكون ازب الكارد في تاريخ ال UFC اه بوافقك اه بوافقك خارة اشي زبالي ما في ولا فايت ممكن يصير اي اشي لو خسروا او فازوا من وراء كارد بلا معنى بطاقة بلا معنى فعلا بلا معنى ادسون بربوزا ادسون بربوزا خلص انتهى وقته عمره 32 سنة انا كثير بحبه كثير بحبه طيب احبه بس مش من event سوري سوري ادبا بحبه لا مش من event اكذب ع حالي خسران من برايس ميتشل وقيقة ودان ايقي وبول فلدر خلاص ما مش عارف احكي لك هذا event زيك انه هيك عديم بحك في راسهم انه شت الكل حيكون مسافر رجعين عبوظبي عم بيجهزوا فقال لك منعبيها هيك انه ما له داعب والله انه بدهم يكرهون بال UFC هيك بس اسبوع قبل ما يرجع يخلونا نبني هالشغف والحب لانه عم بعد الساعات حجست اوتيل صحيح حجست اوتيل اوتيل بس عشر دقائق عن مش بالياس ايلاند يعني بس عرب اشي على ياس ايلاند ليلة الاحد ولا ليلة السبت لا لا انا بروح الجمعة اه اوكي وبدل ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الاحد اه هتعود الويكند كله مش بس الويكند رح اخد يوم واحد اوف يوم تتينين يعني رح اعود رح ارجع على دبي يوم تتينين حلو يميد ما بدي انا اخلص من الايفنت على الساعة انتين ثلاثة الصباح اصح الصباح عمل شكاوت على 11 عرفت كيف بدي اريح يميد معك ف خلاص حجزت حلو ما بروك يا سيدي اخيرا اه مش حتنام في الشارع اه وميح الوتيل مش بطال ابدا لا انزلت فيه قبل هيك بعرف الوتيل انت لم اخذه عديم عديم بس شفت الجيم جيم مبرتب الصونة تاعته رائعة الغرفة كتير كبيرة وهادي 65 متر الغرفة يا زلمي اه غرفة كتير كبيرة بالعدد 29 30 32 35 لا الورف ملاعب اه طب ممتاز لا حلو جميل يعني جيد اه طيب اه شو عنا كمان ناس هاي هي يا صاحبي هاي هي هاي هي هاي هي ظريفة خفيفة وبنت ناس ظريفة وخفيفة وبنت ناس ما فيش فيه انرجاء اصلا تعرف الهركان اللي بيجيك بعد ما تاكل مثل الحيوان طور اليوم لا هي مش عشان نأكل والله بس الواحدة شوي يعني مش مش في المودة عارف ما بديك تحط حي ماحاي كمان مع حي ماحاي آه لا بسأل طرحا كله واحد بس كن متدايا بياكل بزيادة واحد بياكل بزيادة متدايا المود مشراكب يا صاحبي المود مشراكب لا الله يفرجه الله يفرجه اولا وتوفقنا و بدي احكي الشغلي هلأ بس قبل ما نخلص البرنامج بدنا نعمل افنت في الستوديوهات اللي تبعونا نعزم فيها الشباب اللي بيقدروا طبعا من الهوشفايت نتورك اللي جاي يزور طبعا بده ييجي على الستوديو اللي موجود هون بده وابوضبي رح نحكي لكم تيجوا على الستوديو وبدنا نعطيكم هيك ساعتين من وقتنا ندردش نتهبل شوية بعض نعمل بري فايت شو لتو نين فور هلو 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 مثل ما بعملوا اليو اف سي الوي ان شو هلو على هل هذا عم بطبخ لك الطبخة انا هلأ يا سيدي اوكي اوكي مش غلط مش غلط حبيت الفكرة اوكي ايمن للعوترو يلا يلا يعطيكم العافية و معلش اعذرون لو شوية كانت هيك الانرجي لفلز تبعونا هيك واطية شوية اليوم اعطناكم الاسباب لا تنسوا تعملونا فولو على انستغرام وطبعا تركون لنا هيك تعليقات حلوة جميلة ولايك وفايف ستار ريبيوز على منصات البودكاست مثل سبوتفاي ابل بودكاست انغامي جوجل بودكاست وطبعا اهم شي هاي الفيديو هلا هيك ولايك عليها ازا سمحتو لايك نص ثاني من وقتكم وسبسكرايب لهلا في اننا ناس عم بيحضروا كل يوم بيوم مش عاملين سبسكرايب والله حرام عليكم انتم مش عارفين عم بيحضروا كل البرامج عم بيحضروا هوشة بوكسنج وعم بيحضروا هوشة رسلينج وحوشة اريبيا وحوشة اممي ومش راضين يعملوا سبسكرايب ليش يا زرمي كون نص ثاني من وقتك هلا 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 هيا تحت موجودة سبسكرايب عم بيحضر بالاسبوع ست سبع سعات وحتوى هوشة فما تعمل سبسكرايب اول ما تنزل حلقة عطول انت والواحد تعرف نطلع لك عن نوتيفكيشن زي بدل ما تدور وتعمل ريفرش وتكتب هوشة اممي على اليوتيوب شو عم تسوي بحالك انت اعمل سبسكرايب طيب تمام يعطيك رعافي يلا سلامات وتحكي قدام